الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب يحمد الله تبارك وتعالى نفسه بنفسه ودي غاية غاية يعني غاية الحمد أن يحمد الله تبارك وتعالى نفسه بنفسه ولأننا عاجزون عن أن نحمد الله فإحنا بنقول الحمد لله يعني إيه يعني يا رب أنت تحمد نفسك بنفسك لأننا عاجزين أننا نحمدك فنقول الحمد لله وكلمة سهلة لو واحد عالم يقولها لو واحد جاهل يعرف يقولها لو واحد ما بيعرفش حاجة يعرف يقولها لو واحد الحمد لله يا ربنا مش طالب منه غير أنك تقول إيه الحمد لله والحمد لله الحمد لله تعالى أنتو عارفين يعني 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 واحد بيع عارف يعني إيه واحد يحمد نفسه بنفسك يعني أنا ولله المسأل الأعلى يعني أنا لما كنا عملت حاجة كده يعني يعني حاجة كده مبسوط منها وقولي يا سلام أنا عملت حاجة كده يعني فلله المسأل الأعلى فالله تعالى يحمد نفسه بنفسه على أنه أنزل الكتاب أنزل خير كتاب على خير خلقه على خير أمه بخير لغة فبيحمد نفسه بنفسه الذي أنزل الكتاب على عبده الكتاب على عبده الأول وبعدين الكتاب يبقى أنزل على مين اللي هو مين خير الخلق أنزل عليه إيه الكتاب ما قالش الكتاب على عبده لا النبي عليه الصلاة والسلام الأول أنزل على عبده الكتاب شكرا شكرا